أتوقفت يوماً لتتساءل عن سيدنا الخضر عليه السلام هل هو نبي أو ولي أو عالم أم ماذا؟ أنت بدك الدهشة لهذا الذي جعله ربك أكثر علماً وحكمة ورحمة من نبي مرسل أتساءلت يوماً لماذا كان هذا الإصرار أن يصل سيدنا موسى إلى المكان الذي سيلاقي في سيدنا الخضر مهما تكلف من عناء وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة ولماذا سيدنا موسى تحديداً دون انعاء الأنبياء والرسل من كتب له أن يقابل سيدنا الخضر الأكثر علماً ورحمة هل لأن موسى عليه السلام أكثر الرسل اقتراباً من الطبيعة البشرية وما يعتريها من الضعف والخوف والقتل الخطأ والتساؤل والتلعثم والغضب الشديد والأسئلة الفلسفية ربي أرني أنظر إليك ربما ربما لكن الأكيد أن هذه القصة تحديداً تختلف تماماً عن كل قصص قصة موسى والعبد الصالح لم تكن كغيرها من القصص لماذا؟ لأن القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض علم القدر الأعلى علم أزدلت عليه الأستار الكثيفة كما أزدلت تماماً على مكان اللقاء وزمانه بل وحتى الاسم عبداً من عبادنا هذا اللقاء كان استثنائياً لأنه يجيب على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ قلق الله سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها سؤال لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض لماذا يموت الأطفال في سوريا لماذا يموت الأطفال جوعاً في إفريقيا كيف يعمل القدر كيف يعمل القدر البعض يذهب إلى أن العبد الصالح لم يكن إلا تكسيداً للقدر المتكلم لعله يرشدنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم أهم مواصفات القدر المتكلم رحيم عليم الرحمة سبقة العلم رحيم عليم فقال النبي البشر هل أتابعك على أن تعلمني مما علمت رجدة يرد القدر المتكلم أنك لن تستطيع معي صبرة وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة فهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشر يرد موسى بكل فضول البشر ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً يرد القدر فإن اتبعتني فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى هنا تبدأ أهم رحلة توضح لنا كيف يعمل القدر يركب في قارب المساكين يخرق الخضر القارب تخيل المعنى الرهيبة التي حدثت للمساكين في القارب المخروم ألم رعب خوف تضرع جعل موسى جعل موسى البشري يقول أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرأ عتاب للقدر كما نفعل تماماً يا ربي منعت عني الذرية ليشمت بي الناس أزحتنا على الحكم ليتربص من الأراذب لماذا كل هذه السنوات السجن يا رب أنا استحق هذه المهانة ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرة ألم أقل لك أنك أقل من أن تفهم الأقدار ثم يمضي بعد تعهد جديد من موسى بالصب ثم يمضياني فيقوم الخضر الذي وصفه ربنا بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام فيزدد غضب موسى النبي الذي يأتيه الوحي أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا تحول من إمرأ لنكرا ثم يمضي بتعهد أخير من كلمة الله بأن يصمت ولا يسأل فيذهبان إلى القرية فيبني الخضر الجدار ليحمي كنز اليتامة فينفجر موسى فيجيبه من سخره ربه ليحكي لنا قبل موسى حكمة القدر هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً هنا هنا تتجلى حكمة الإله والتي لن تفهم بعضها حتى يوم القيامة الشر نسبي ومفهومنا كبشر عن الشر قاصر لأننا لا نرى الصورة الكاملة القدر أنواع ثلاث القدر أنواع ثلاث فما بدى شراً لأصحاب المركب اتضح أنه خير له النوع الأول شراً تراه فتحسبه شراً فيكشفه الله لك أنه كان خيراً وهذا نراه كثيراً في حياتنا وعند كل مننا عشرات الأمثلة عليه النوع الثاني النوع الثاني كقتل الغلام شراً تراه فتحسبه شراً لكنه في الحقيقة خير لكن لن يكشفه الله لك ما حييت فتعيش عمرك وأنت تحسبه شر لم تعرف أم الغلام أبداً لما قتل أو قتل من ربته سنين في حجرها فجاء رجل فقتله ومشى لم تستطع أبداً أن تعرف أن الطبل الثاني بديلاً عن الأول عاشت لأيام وليالي بل وسنوات تبكي وتنتحب حكمة حكمة فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغياناً وكفراً لم ولن تصل إليها أبداً نحن الذين نمر على المشهد مرور الكرام لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك هي لم ولن تعرف النوع الثالث من القدر وهو الأهم هو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري لطف الله الخفي لطف الله الخفي الخير الذي يسوقه الله إليك ولم تراه ولن تراه ولن تعلمه قل لي بالله عليك هل اليتامة أبناء الرجل السارح عارفوا أن الجدار سيهدم؟ لا هل عارفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ لا هل شهدوا لطف الله الخفي؟ قطعاً لا فنعود سوياً إلى كلمة الخضر أو القدر المتكلم الأولى إنك لن تستطيع معي صبراً لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله الصورة أكبر من عقلك استعن بلطف الله الخفي لتصبر على أقدار الله تقفى ربك فإن قدره كله خير الله خير